أعرف منكم تلاثنين ردود أفعالكم إيه على ما أثير على السوشيال ميديا خاصة بعد مبارات الباين يعني الردود أفعالكم كانت إيه وتعليقاتكم كانت إيه لا يعني طبعا المراكدة صعبة جدا صعبة علينا وصعبة على النادي آلي لكن لابت أن الهلي كانوا رجالا ولعبوا وقتلوا طبعا نحن لا نقبل لازيمة من أي حد أي حد في العالم لا نقبل لازيمة على الفريب على الإطلاق كان محدث يشيد بالهزيمة أيا كانت يعني ومهما كان المنافس يعني لكن أنت قدرت تلعب وتقدب شكل قوي شكل مميز بالرغم من الفورق الكبيرة جدا بينك وبين المنافس يعني أنا أعتقد أن هناك البعض كان ينتظر هزيمة الأهلي بنتيجة كبيرة جدا فبالطالي لما الأهلي يعني الباير نميونخ يعني لم يتمكن إلا من تسجيل هدفين في النادي آلي فهذه كانت صدمة بالنسبة لهم فالبعض يعني قاعد يقطع في النادي آلي وقاعد يكلم عن الفورق الكبيرة جدا ما احنا عارفين أن في فورق بين الكبيرة المصرية وبين الكبيرة الأوروبية وبين النادي آلي وبين البايرن البايرن الميونخ اللي عنده كل لعب في مركزه هو الأفضل تقريبا على مستوى العالم يعني فريق يحزم فريق بحجم بارتشلونة كل الناس عارفة الثمانية اثنين والسبعات والتائزات والأربعات والألمان لا يرحمونه حتى طبعا من الأكتر العلما بالكبيرة الألمانية حتى في الودي ممكن يجيب 11 رجون و12 رجون كانوا بيجاملوا بنخلاتهم الأهلي مثلا يعني في المباراة يعني عشان واحد تقول لك اصلا هما الأوداس على أهلي كمان كانوا يجابوا لا هما ما ادروش يعني موضوع المباراة الرسمية من ردود أفعال حتى في فليك هانز فليك المدير الفني للبايرن تشوف ردود أفعاله قبل المباراة أثناء المباراة لا مش جاي هزر يعني الموضوع هزر وكان على فكرة على المستوى التدريبية احنا نحس كمان ان هو كان فيه نوع من أنواع التواطر شوية بعد ما البايرن جاب الجوني التاني تحس انه بقى ريلاكس أكتر فالكرة الألمانية عمتا وانا عشت في ألمانيا ما عندهمش أنا بقول لك هناك في كاس العالم كذبوا البرازيل سبعة واحد يعني حتى كنتواقع سبعة واحد سبعة واحد وبالعبوا في البرازيل حتى كنتواقع دين مدرسة الألمانية